بعد أن تناولنا دور السياسة النقدية في معالجة الفجوة الركودية الآن ننتقل لمعرفة دور السياسة النقدية في معالجة الفجوة التضخمية لمعالجة الفجوة التضخمية فإن هذا يتطلب تطبيق سياسة نقدية انكماشية تستهدف تخفيض عرض النقود نلاحظ هنا أن هذه السياسة هي عكس السياسة التي اتبعناها في معالجة الفجوة الركودية إن انخفاض عرض النقود يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي انخفاض حجم الاستثمار وبالتالي انخفاض حجم الطلب الكلي وعليه يؤدي إلى انخفاض الدخل التوازني إلى مستوى دخل التوظيف الكامل وبذلك يتم القضاء على الفجوة التضخمية ولتوضيح ذلك بيانيا فإن دالة الطلب الكلي تنتقل إلى أسفل من AD1 إلى AD0 وبمعنى آخر فإن معالجة الفجوة التضخمية باستخدام سياسة نقدية انكماشية إنما هي إجراءات معاكسة لحالة معالجة الفجوة الركودية وسنلاحظ ذلك في الشكل التالي عند تخفيض عرض النقود عند تخفيض عرض النقود من MS0 إلى MS1 فإن ذلك يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة من I0 إلى I1 ارتفاع سعر الفائدة في الشكل الثاني من I0 من I0 إلى I1 يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار من I0 إلى I1 إن انخفاض حجم الاستثمار يؤدي إلى انخفاض دالة الطلب الكلي كون الاستثمار أحد مكونات دالة الطلب الكلي فإن انخفاض الاستثمار من I0 إلى I1 يؤدي إلى انخفاض دالة الطلب الكلي من aggregate demand 0 إلى aggregate demand 1 بشكل التالي عند انخفاض دالة الطلب الكلي فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الدخل التوازني من I0 إلى I1 وبالتالي الوصول إلى حالة الدخل الكامل وبالتالي يكون الدخل الفعلي يساوي الدخل الكامل عند النقطة B وبالتالي يتم إغلاق الفجوة التضخمية نلاحظ من خلال الرسم البياني السابق فإنه التغلب على الفجوة التضخمية بيانيا يتم ذلك من خلال تخفيض عضل النقود من M0S إلى M1S وبالتالي يزياد السعر الفائدة من I0 إلى I1 وعليه يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار من I0 إلى I1 وبالتالي انخفاض الطلب الكلي من aggregate demand 0 إلى aggregate demand 1 أي انخفاض دالة الطلب الكلي إلى أسفل وعليه فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الدخل التوازني من Y0 إلى Y1 وبالتالي يتم الوصول إلى الدخل الكامل وعليه يتم إغلاق الفجوة التضخمية وعليه يتم إغلاق الفجوة التضخمية